ده بالمنظمات الدولية اللي هي بتكون في حالة رصد دائم الحقيقة الاقتصاديات العالم كله وضعينا هل فيه تحسن هل فيه تغير ولا احنا على مبدأ السبات لا بالعكس انت وضعك دلوقتي حتى مع السبات هو تقدم كبير وخلينا نقولك ايه اللي بيحصل حوالينا خلال الفترة اللي فاتت وده بيقصها زي علينا اتناصر بالصدفة البحتة الحلقة دي بتيجي بعد قال من 12 ساعة من اليوم الاسوأ في البورصات العالمية على مدار الفترة من 2008 غيرتنا في 12 سنة كان امس هو او الاسبوع اللي فات كله هو اسوأ الاسابيع في البورصات العالمية حجم الخسائر كان 6 تليون دولار النفط بينزل لأدنى مستوى ليه من سنة 2011 على ساعة الغاز الطبيعي متواجعة 13% حجم النمو في الاقتصاد الصيني حيعلن خلال دقايق من كريستينا جورجيوفا اللي هي إيستة صندوق النقد الدولي وحتى توقع تراجعه لأدنى مستوى ليه من 25 سنة التوقعات العالمية سيئة جدا 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 بالنسبة ليه معدلات النمو في وسط كل ده انت بتعلن رسمي ان السنة اللي فاتت كان اكبر محارك للنمو الاقتصادي بتاعك كان للصمارات بتعلن ان معدل النمو بتاعك 65% بتعلن انك هتزود الصماراتك السنة الجاية 20% بتعلن على مشروعات جديدة الدولة الوحيدة بمناسبة من انباح واحنا بنسمع من الصبح الغايب بالليل خبر واحد بس الغاء 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 لمؤتمرات دولية الغينا بورشة السياحة في بارلين ودي اكبر سوق سياحي على مستوى العالم بنلغي لأكبر واسوأ او احسن مؤتمر كان متعلق به الازياء في باريس اتلاغا بايح بنلغي مؤتمرات للترويج للصمار فيه مخاوف حتى دلوقتي على اكتمال الدوريات العالمية في كورة القدم والأمبيات لكن فوس دوت انت عامل مؤتمر عالمي ضخم يوم 21-23 هنا في مصر عشان الترويج لخمس فرص كبيرة للصمار في منطقة بمحوة القناة السويس بوضوح شديديد ده بقولي الإلغات اللي بتحصل دي بتحصل على إثري موضوع كورونا بص انت عندك فيه تلعب مشاكل العالم بيواجههم في نفس الضربة هي بدأت بكورونا كورونا كانت من موجة نظرة الشخصية هي رأس الدبقوس اللي فقعت البلونة لكنها مش هي السابب الرئيسي لده لكن هي كشفت عوار في حاجات مهمة قوي ودي حوصلها لحضارك إزاي يبقى الساعة علينا في مصر موضوع كورونا خالق دلوقتي مشكلات وأصبح دلوقتي التوجه الوحيد بعد إعلام ونظام سحر العالمية انها رفعت ضاجة الخطورة الانتشار بتاعه من المرتفع لمرتفع للغاية يعني انت كده خالص فاضلك خطو واحدة ويبقى وباقة وده موضوع منتهي ودي أول مرة من أيام سارس في 2013 هتعلن على فيروس نوصل لوباء بهذا الشكل النقطة التانية المشكلة اللي بتحصل دلوقتي فيه على مستوى الخصوات العالمية في هزة خصلت كلنا لازم نبقى عارفين الهزة دي هي فرصة من عند الله لمصر وميزة انت النهاردة مش محتاج انك تجري عليها انت محتاج انك تحارب عليها هي دي النهاردة الفرصة الأساسية بالنسبة لك ايه هي الفكرة باختصار شديد النهاردة حضرتك وانت بتعمل نوع من أنواع الأزمات اللي موجودة على مستوى العالم الضربة جات فين؟ جات في الصين الصين من 25 سنة وهي محوى رئيسي لكل الشركات العالمية في مجال ما يطلق عليه اسم السابلاي تشين أو ساس الإمداد بمعنى المكون بتاع القلم اللي في إيد حضرتك جزء منه حديد خام انت جايبه من مثلا مورتانيا وجزء تاني هو مصنعات من الحديد ده اتعمد في مصنع في الصين الانك أو الحبر انت جايبه من تايلاند أو جايبه من بنجلاديش ثم بيتصنع كماركة عالمية في فرنسا لكن 80% من الخامات والمنتجات والحاجات جاي من منطقة الجنوشة الأسية أو من الصين تحديدا مش كده وبس الحتة اللي فيها فياس كورونا هي الجزء الأكبر من إنتاج الصين في تكنولوجيا معلومات فشيكات بقى الموبايل الشيكات الكهربائية العربية الكهرباء عشرات الألاف من الحاجات موجودة هناك النهاردة لما الهزة دي حصلت يوم الخميس اللي فات حصل موقف لم يحدث من 2013 ان المخزونات العالمية من الخامات ومن مكونات التصنيع اختفت بل ان بعض منها في دول زي السويد بقت المخزم فاضية بعض الشيكات العربيات بتنقل في شنط في طيارات من الصين المكونات أو قطع الغير بتاعة العربيات عاش ترغف تشتغل بعضها متوقف تماما عشان كده أزمة الصين حقيقية مش تزهل الشاهدة ده الشاهد جاي في مارس لان هي عندها كمخزونات استراتيجية دي بتخلص دلوقتي الشاهد جاي لو مصانع ما قمتش انت عندك مشكلة على مستوى العالم لكن عندك